ترجمة نانسي قنقر مليون وخمسمائة ألف دينار وأشاد رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي للفيروس مؤكدا أن سموه يقود الملفة بحكمة عالية وذلك من جميع الجوانب سواء الصحية أو الاحترازية أو الاقتصادية وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها أعلن معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين تدشين برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي يتضمن منحة مقدمة للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة التي تمتلك سجلا تجاريا أو ترخيصا رسميا لمزاولة نشاطها التجاري حيث يهدف الدعم إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة من انتشار الفيروس والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم تجاوز نقطة مئوية واحدة مغلقا التداولات عند مستوى 1307 نقاط وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليون واربعمائة وثلاثة وأربعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثمائة وسبعة عشر ألف دينار تم تنفيذها من خلال أربع وخمسين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فقد تعافت جميعها بفضل ارتفاع أسعار النفط عالميا ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 674 نقطة بارتفاع بنسبة 1.3% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4178 نقطة بارتفاع بنسبة 1.5% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1939 نقطة بارتفاع بنسبة 2.89% أنعش الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك وحلفاؤها بشأن خفض إنتاج النفط سعر الذهب الأسود في الأسواق الآسيوية وذلك وسط رهان من الدول المنتجة والمصدرة على مزيد من التعافي خلال الفترة المقبلة رغم تبعات وباء كورونا ويرى فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي أن الاتفاق سيدعم أسعار النفط في الفترة المقبلة حتى لا تنحدر أكثر نظرا إلى تأثر الطلب العالمي بالوباء المستجد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر وقناة السويس للحاويات اتفاقا للتعهد باستثمارات تزيد على 50 مليون دولار قالتا أنه سيسهم في تحسين تنافسية ميناء الشرق بورسعيد وصرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقا مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لشراء 200 ألف طن من القمح بينما تعاني البلاد أزمة في شراء الخبز جراء شح النقد الأشدبي وبحسب الأحصاءات الرسمية يستهلك السودان مليوني طن قمح سنويا يتم استيراد معظمها من الخارج كما يعاني السودانيون على مدار أشهر في الحصول على رغيف الخبز وتقف الصفوف لساعات أمام المخابز لشراء الخبز النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الأمريكيون يزدحمون على المتاجر من أجل تخزين المواد الغذائية بسبب كورونا أفدت ثلاثة مصادر مطلعة بأن وزارة الزراعة الأمريكية ستنفق ما يصل إلى 15 مليار ونصف المليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلال إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد وقد يتم الإعلان عن الخطة هذا الأسبوع وستشكل أول مسعى كبير من إدارة ترامب لضمان عدم تسبب الجائحة وتبعاتها في نقص في إمدادات الغذاء وبحسب المصادر فإن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع ألغت الحكومة الفرنسية توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتوقع وزير المالية برونو لومير أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ثمانية في المئة هذا العام بدلا من ستة في المئة التي أعلن عنها سابقا معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة رغم عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في الصين بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا فإن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني أثار الجائحة وسط مخاوف من موجة ثانية للعدوى وتحذيرات من الأسوأ وتراجعت صادرات الصين بنسبة ثلاثة وخمسة أعشار في المئة على أساس سنوي في مرس الماضي مما يمثل انتعاشا متواضعا لقطاع التجارة في البلاد بعد انخفاض حاد في يناير وفبراير بسبب تفشي وباء كورونا تزحم الأمريكيون على المتاجر في الآونة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا في البلاد من أجل تخسين المواد الغذائية التي تكفيهم خلال فترة الحجر المنزلي وكان لافتا نافذ بعض المنتجات بشكل كامل وسجلت بعض المنتجات قفزة كبيرة في المبيعات مثل عصير البرتقال الذي قفزت مبيعاته بنحو 38% على مدار شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذكر تقرير لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن دائرة ولاية فلوريدا للحمضيات أعلنت ارتفاعا في الطلب على الحمضيات عموما وزيادة في الطلب على عصير البرتقال تحديدا بنسبة 100% ترجمة نانسي قنقر